بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا وزعم الجاحظ أن بشارا كان يدين بالرجعة في الهامش الرجعة الإيمان بالرجوع بعد الموت في الدنيا انتهى الهامش ويكفر جميع الأمة وأنشد له أشعارا صوب بها رأي إبليس في تقديم النار على الطين منها قوله الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذكانة النار وقال داود بن رزين أتينا بشارا فأذن لنا والمائدة بين يديه فلم يدعونا إلى الطعام ثم جلسنا فحضر الظهر والعصر والمغرب فلم يصلي ودعا بطصد فبال بحضرتنا فقلنا له أنت أستاذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها قال ما هي قلنا دخلنا والطعام بين يديك فلم تدعنا فقال إنما أذنت لتأكل ولو لم نرد ذلك لم نأذن لكم قلنا له ودعوت بالطصد ونحن حضور قال أنا مكفوف وأنتم مأمورون بغض الأبصار دوني قلنا وحضرت الصلاة فلم تسلي قال الذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة قال الحسن بن سهل الكذاب لص لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك قال أعرابي لابنه وسمعه يكذب يا بني عجبت من الكذاب المشيد بكذبه وإنما يدل على عيبه ويتعرض للعقاب من ربه فالآثام له عادة والأخبار عنه متضادة إن قال حقا لم يصدق وإن أراد خيرا لم يوفق فهو الجان على نفسه بفعاله والدال على فضيحته بمقاله فما صح من صدقه نسب إلى غيره وما صح من كذب غيره نسب إليه فهو كما قال الشاعر حسب الكذوب من المهانة بعض ما يحكى عليه ما إن سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه غنى مغن بحضرة أحمد بن يوسف وزير المأمون ولم يكن محسنا فلم ينصط إليه وتحدث مع غنائه فرضب المغن فقال الوزير أنت عافاك الله تحمل الأسماع ثقلا والقلوب مللا والأعين قباحة والأنفنتانة ثم تقول اسمعوا مني وأنصطوا إلي هذا إذا كانت أفهامنا مغفلة وآذاننا صدئة فإما رضيت بالعفو منا وإلا قمت مذنوما عنه لقي أبو العباس المبرد برد الخيار المغني في يوم ثلج بالجسر فقال أنت المبرد وأنا برد الخيار واليوم كما ترى أعبر بنا لا يهلك الناس بالفالج بسببنا من كلام أحمد بن يوسف من كلام أحمد بن يوسف الوزير مجالسة البغضاء مجالسة البغضاء تثير الهموم وتجرب الغموم وتؤلم القلب وتقدح في النشاط وتطوي الانبساط قال أبو هفان سألت وراقا عن حاله فقال عيشي أضيق من محطرة وجسمي أدق من مصطرة وجاهي أرق من الزجاج ووجهي عند الناس أشد سوادا من الحبر بالزاج وحظي أخفى من شق القلم ويداي أضعف من قصبة وطعام أمر من العفص وشراب أسود من الحبر وسوء الحالي ألزم لي من الصمغ قال بعض الوراقين إذا كنت بالليل لا أكتب وطول النهار أنا ألعب فطورا يبطلني مأكل وطورا يبطلني مشرب فإن دام هذا على ما رأى فبيت أول ما يخرب وقيل لوراقين ما تشتهي فقال قلما مشاقا وحبرا براقا وجلودا رقاقا أهدى أبو سعيدا شاتا هزيلة للحمدوني فقال فيها شعرا أبا سعيد لنا في شاتك العبر جاءت وما إن لها بول ولا بعر وكيف تبع رشات عندكم مكثت طعامها الأبيضان الشمس والقمر لو أنها أبصرت في نومها علفا غنت له ودموع العين تنحدر قال رجل لبعض الملوك وقد وقف بين يديه أسألك بالذي أنت بين يديه غدا أذل مني بين يديك اليوم وهو على إقابك أقدر منك على إقابي إلا ما نظرت في أمري نظر من برئي نظر من برئي أحب إليه من سقبي وبراءتي أحب إليه من بليتي زعمت الرواة أنها لم تسمع للأحنف ابن قيس إلا هذين البيتين فلو مد سروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلا فإن المرؤة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا وكان يبخل وقال لبني تميم أتزعمون أني بخيل والله إني لأشيد بالرأي قيمته عشرة آلاف درهم فقالوا تقويمك لرأيك بخل وكان الأحنف من الفضلاء الخطباء النساك وبه يضرب المثل في الحلم مات الأحنف ابن قيس بالكوفة فمشى مصعب ابن الزبير في جنازته بغير رداء وقال اليوم مات سر العرب فلما دفن قامت امرأة على قبره فقالت لله درك من مجن في جنن ومدرج في كفا نسأل الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشد دليلك وأن يوسع لك في قبرك ويغفر لك يوم حشرك فوالله لقد كنت في المحافل شريفا وعلى الأرامل عطوفا ولقد كنت في الحي مسودا وإلى الخليفة موفدا ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين ثم أقبلت على الناس فقالت ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده وإني لقائلة حقا ومثنية صدقا وهو أهل لحسن الثناء وطيب الدعاء أما والذي كنت من أجله في عدة ومن الحياة إلى مدة ومن المقدار إلى غاية ومن الإياب إلى نهاية الذي رفع عملك لما قضى أجلك لقد اشت حميدا مودودا ومت سعيدا مفقودا ثم انصرفت وهي تقول لله درك يا أبا بحري ماذا تغيب منك في القبر لله درك أي حشو ثرى أصبحت من عرف ومن نكري إن كان دهر فيك جر لنا حدثا به وهنت قوى الصبر فلكم يد أسديتها ويد كانت ترد جرائر الدهري ثم انصرفت فسئل عنها فإذا هي امرأته وابنة عمه فقال الناس ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا أصدق منه قالوا كان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة في ذلك حتى أوضحها الشاعر علي بن العباس الرومي في قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جذرانها فقال ولي وطن آليت ألا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالك عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هناك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بابا إن بانا عودرها لك ويقول له فيها قد عزني فيها لئيم وسامني فقال ليجهد في جهد احتيالك وما هو إلا نسجك الشعر ضلة وما الشعر إلا ضلة من ضلالك قال عبد الملك ابن مروان لبعض جلسائه يوما ما أحكم أربعة أبيات قالتها العرب في الجاهلية فأنشده منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس اليوم تعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس النمام جسر الشر الوعد مرض المعروف والإيجاز برءه والمطل تلفه قال أبو العباس الناشئ لأبي سهل زعمت أبا سهل بأنك جامع ضروبا من الآداب يجمعه الكهل وهبك تقول الحق أي فضيلة تكون لدي علم وليس له عقل كان المعتصم شهما شجاعا عاقلا مفوها ولم يكن في خلفاء بن العباس أمي غيره وقيل بل كان يكتب خطا ضائفا وكان سبب ذلك أنه رأى جنازة لبعض الخدم فقال ليتني مثله لأتخلص من الكتاب فقال الرشيد والله لا عذبتك بشيء تختار عليه الموت قال أبو القاسم الزجاجي وهذا شيء يحكى من غير رواية صحيحة إلا أن جملته أنه كان ضائف البصر بالعربية قيل لأبي العيناء ما أبلغ الكلام فقال ما أسكت المبطل وحير المحق قال أبو عبد الله العتبي في ابن له توفي صغيرا إن لم يكن مات صغيرا فالأسى غير صغير كان ريحاني فأمسى وهو ريحان القبور قال أعربي للحسن البصري علمني دينا وسطا لا ساقطا سقوطا ولا ذاهبا فروطا قال الحسن أحسنت خير الأمور أوصاتها قال الأصمعي سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصمه والله لو صور الجهل لأظلم معه النهار ولو صور العقل لأضاء معه الليل وإنك من أفضله ما لمعدم فخف الله وألم أن من ورائك حكما لا يحتاج المدعي عنده إلى إحضار البيينة قال أحدهم لابن عمه والله ما أعرف تقصيرا فأقلع ولا ذنبا فأعتب وليس أقول إنك كذبت ولا أنني أذنبت ودعا أعرابي فقال اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك أو أذل في عزك أو أضام في سلطانك أو أضطهد والأمر إليك قال الأصمعي وسمعت أعرابيا يقول إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسنة بالفروع والله يعلم أن قلبي لك شاكر ولساني ذاكر ومحال أن يظهر الود المستقيم من الفؤاد السقيم ووصف أعرابي قوما فقال لهم أجود كرام اتسعت أحوالها وبأس ليوث تتبعها أشبالها وهمم ملوك إن فسحت آمالها وفخر آباء شرفت أخوالها قال إبليس لعنه الله العجب لبني آدم يحبون الله ويعصونه ويبغضونني ويطيعونني حدث إيسى بن دأب بحديث عند الخليفة الهادي وفي يده لقمة قد رفعها إلى فيه فأمسكها وقال ويحك أعد علي فقال يا أمير المؤمنين أسغ لقمتك فقال حديثك أحب إلي العاقل يترك ما يحب ليستغني عن العلاج بما يكره قال بعضهم خير من الحياة ما لا تطيب الحياة إلا به وشر من الموت ما يتمنى الموت له بعث الحجاج إلى عامله بالبصرة اختر لي عشرة من عندك فاختار رجالا فيهم كثير بن كثير وكان عربيا فصيحا فقال كثير ما أراني أفلة من يد الحجاج إلا باللحن فلما دخلنا عليه دعاني فقال ما اسمك فقلت كثير قال ابن من فقلت في نفسي إن قلت ابن أبي كثير لم آمن أن يتجاوزها فقلت ابن أبا كثير فقال أعزب أي ابعد قال بعض الظرفاء الشراب أول الخراب ومفتاح كل باب يمحق الأموال ويذهب الجمال ويهدم المروءة ويوهن القوة ويضع الشريف ويهن الظريف ويذل العزيز ويفلس التجار ويهتك الأستار ويورث الشنار قيل لأبي عباد وزير المأمون وكان أسرع الناس غضبا إن لقمان الحكيم قال لابنه ما الحمل الثقيل قال الغضب قال أبو عباد لكنه والله أخف علي من الريش قيل له إنما أنا لقمان أن احتمال الغضب ثقيل فقال لا والله لا يقوى على احتمال الغضب من الناس إلا الجمل شك الحجاج يوما سوء طاعة أهل العراق وسقم مذهبهم وسخط طريقتهم فقال له جامع المحاربي أما إنهم لو أحبوك لأطاؤوك على أنهم ما أبغبوك لبلدك ولا لذات يدك إلا لما نقموه من أفعالك فدع ما يبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك والتمس العافية ممن دونك تعطها ممن فوقك وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك ثلاثا فقال له الحجاج والله ما أرى أن أردهم إلى طاعة إلا بالصيف فقال جامع أيها الأمير إن الصيف إذا لاق الصيف ذهب الخيار قال الحجاج الخيار يومئذ لله قال جامع أجل ولكن لا ندري لمن يجعله الله فغضب الحجاج وقال يا هناه إنك من محارب فقال جامع وللحرب سمينا وكنا محاربا إذا ملقنا أمسى من الطعن أحمر فقال له الحجاج والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك فقال جامع إن صدقناك أغضبناك وإن كذبناك أغضبنا الله فقال الحجاج أجل وسكن ما به وشغل ببعض الأمر وخرج جامع وانسل من صفوف الناس وانحاز إلى جبل العراق وكان جامع لسنا مفوها وهو الذي يقول للحجاج حين بنى وسطا بنيتها في غير بلدك وأورثتها غير ولدك قال يحيى بن معاذ التكبر على المتكبر تواضع قال أبو بكر الخوار زمي من عثت أطرافه حسنت أوصافه ذكر الأصمعي أنه أرق ليلة من الليالي بالبادية وهلع من الغربة واشتاق إلى أهله وأصبح وقد عزم على الرجوع إلى العراق فلما صار قليلا لقي شيخا من الأعراب فأنشده شعرا منها قصيدة جاء فيها تعز فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لنازلة أو كان يغني التذلل لكان التعز عند كل مصيبة ونازلة بالحر أولى وأجمل فكيف وكل ليس يعود حمامه وما لمرء مما قضى الله مزحل قال فقمت إليه وقد نسيت أهلي وهان علي طول الغربة وضنك العيش سرورا بما سمعت ثم قال من لم يكن الأدب والعلم أحب إليه من الأهل والولد لم ينجب قال الأصمعي سمعت أعرابية تقول اللهم ارزقني عمل الخائفين وخوف العاملين حتى أتنعم بترك التنعم رجاء لما وعت وخوفا مما أوعت قال بعض الأعراب أتتنا غيوم جراد بمناجل حداد فخربت البلاد وأهلكت العباد فسبحان من يهلك القوي الأكول بالطئيف المأكول فخر كاتب النديم فقال الكاتب أنا معونة وأنت معونة وأنا للجد وأنت للهزل وأنا للشدة وأنت للذة وأنا للحرب وأنت للسلم فقال النديم أنا للنعمة وأنت للخدمة وأنا للحضرة وأنت للمهنة تقوم وأنا جالس وتحتشم وأنا مؤانس تدأب لراحتي وتشقى لسعادتي فأنا شريك وأنت معين كما أنك تابع وأنا قرين قال أبو العباس الهاشمي المعروف بأبي العبر أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت بكيت عند الرضا خوفا من الغضب فالموت إن غضبت والموت إن رضيت إن لم يرحني سلوه عشت في تعبي قال أبو بكرين الحنفي حضرت مسجد الجماعة بالكوفة وقد قام سائر يتكلم عند صلاة الظهر ثم عند العصي والمغرب فلم يؤتى شيئا فقال اللهم إنك بحاجة عالم غير معلم واسع غير مكلف وأنت الذي لا يرزأك نائل ولا يخفيك سائل ولا يبلغ مدحتك قائل أنت كما قال المثنون وفوق ما يقولون أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا ونصرا بالهدى وقرة عين فيما تحب وترضى ثم ولى لينصرف فابتدره الناس يعطونه فلم يأخذ شيئا ثم مضى وهو يقول ما تاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي وإذا السؤال منع وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال لم يلي الخلافة أحد اسمه علي إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن المعتضب المكتفي بالله سئل خريم عن لذة الدنيا فقال الأمن فإنه لا عيش لخائف والعافية فإنه لا عيش لسقيم والغنى فإنه لا عيش لفقير قيل من طلب عيبا وجده وصفت لعبد الملك بن مروان جارية جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال فساومه في ابتياعها فامتنع وامتنعت وقالت لا أحتاج للخلافة ولا أرغب في الخليفة والذي أنا في ملكه أحب إلي من الأرض ومن فيها فبلغ ذلك عبد الملك فأغراه بها فأضعف لصاحبها وأخذها قسرا فما أعجب بشيء إعجابه بها فلما وصلت إليه وصارت في يديه أمرها بلزوم مجلسه والقيام على رأسه فبينما هي عنده ومعه ابناه الوليد وسليمان قد أخلاهما للمذاكرة فأقبل عليهما فقال أي بيت قالته العرب أمدح فقال الوليد قول جرير فيك ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي وقال سليمان بل قول الأخطل شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا فقالت الجارية بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت يعشون حتى ما تهرك لأكلابهم لا يسألون عن السواد المقبلي فأطرق ثم قال أي بيت قالته العرب أرق فقال الوليد قول جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا فقال سليمان بل قول عمر بن أبي ربيعة حبذا رجعها يديها إليها من يدي درعها تحل الإزارة فقالت الجارية بل بيت يقوله حسان لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم فأطرق ثم قال أي بيت قالته العرب أشجع فقال الوليد قول عن تره إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي فقال سليمان بل قوله وأنا المنية في المواطن كلها فالموت مني سابق الآجال فقالت الجارية بل بيت يقوله كعب بن مالك نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي فقال عبد الملك أحسنتي وما نرى شيئا في الإحسان إليك أبلغ من ردك إلى أهلك فأجمل كسوتها وأحسن صلتها وردها إلى أهلها ذكر أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي وأمي رسول العالمين ختمت به الدنيا وفتحت به الآخرة صلى الله عليه وسلم به يبدأ الذكر الجميل ويختم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طراز المجالس للشهاب الخفاجي في الهامش طراز المجالس تعليف شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي القاهرة المطبع العامر الشرفية بعد 1320 هجرية 280 صفحة احتوى الكتاب على خمسين مجلسا في موضوعات مختلفة بينها قطع أدبية ولغوية وتاريخية واجتماعية نادرة وقد مدح المؤلف كتابه في المقدمة فقال هذه بنات فكر زففتها إليك وأمال مجالس أمليتها عليك مما تقر به عين الأدب ويتحلى بذوقه لسان العرب لو رآها ابن الشجر لقال هذه ثمرات الألباب أو ابن الحاجب لقام بين يديها من جملة الحجاب أو ثعلب لراغ عما أملاه أو القال لهجر ما أملاه وقلاه أو دعتها ما لا يبلى على مرور الحقب وهل يصدأ مكنون الذهب مما أرجو أن يطن على أذن الدهر ويخصب له نادي القبول وإن كان قد أجدب من الكرم فإنها خالصة لوجهه الكريم وهو الفياض ذو الجود العمين والمؤلف قاضي القضاة ولد ونشأ بمصر ورحل إلى بلاد الروم واتصل بالسلطان مرادث العثماني فولاه قضاء سلانيك ثم قضاء مصر ثم أزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلاد الروم فنفي إلى مصر وولي قضاء يعيش منه ووافاته سنة 1069 هجرية من كتبه ريحانة الألبة نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياب خبايا الزوايا بما في الرجال من البقايا ديوان الأدب في ذكر شعراء العرب إلى آخره انتهى الهامش طراز المجالس اعلم أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيئا لا يجوز القياس عليه كقول بعضهم كأن إبريقهم ضبي على شرف مقدم بسب الكتان ملثوم يريد سبائب الكتان وكذا جاء قول الآخر يذرين جندل حائر لحبوبها فكأنما تذكى سنابكها الحبا يريد الحباحب فهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن وإن كانت العرب قد استعملته فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله وعند سيبويه كان منهم من يقول لصاحبه ألا تا أي ألا تفعل فيقول بلا سآ أي سأفعل وقال ابن مكانس فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر يريد ومرحبا تغزل خباز فقال في نظمه قد عجن الهجر دقيق الهوى في جفنة من خشب الصد واختمر البين فنار الجوى تذكى بسرجين من البعد وأقبل الهجر بمحراكه يفحص عن أرغفة الوجد جرادق الموعيد مسمومة مثرودة في قصعة الجهد وتغزل كالناس فقال أصبح قلبي بربخا للهوى تسلح فيه فقحة الهجر بنات وردان الهوى للبلاء أصبر من ذا الوجد في صدري خنافس الهجران أثكلنني يوم تولى معرضا صبري أسقى مديدان الهوى مهجتي إذا سلم البين على أمري إذا سلم البين على أمري وقال فراش أبياتا في الغزل كسر الهجر ساحة الوصل لما عبر البين في وجوه الصفاء وجر البين في مرافق ريش هي مدخورة ليوم اللقاء فرش الهجر في بيوت هموم تحت رأس وسادة البرحاء حين هيأت بين خيش من الوصل لأبوابه ستور البهاء فرش الهجر لي بيوت مسوح متكآتها من الحصباء رق للصب من براغيث وجد تعتري جلده صباح مسائي قال زياد بن أبيه لحاجبه يا عجلان قد وليتك بابي وعزلتك عن أربعة طارق ليل فشر ما جاء به أو خير ورسولي صاحب الثغر فإنه إن تأخر ساعة بطل به عمل سنة وهذا المنادب الصلاة وصاحب الطعام فإن الطعام إذا ترك برد وإذا أعيد عليه التسخين فسد قال الحجاج حاجب الرجل وجهه وكاتبه كله روى إسحاق الموصلي عن ابن كناسة قال أخبرت أن هاني أبن قبيصة وفد على يزيد بن معاوية فاحتجب عنه أياما ثم إن يزيد أركب يوما يتصيد فتلقاه هاني فقال يا يزيد إن الخليفة ليس بالمحتجب المختلي ولا بالمتطرف المنتحي ولا الذي ينزل على الغدران والفلوات ويخلو للذات والشهوات وقد وليت أمرنا فأقم بين أظهرنا وسهل إذننا وعمل بكتاب الله فينا فإن كنت قد عجزت عما هاهنا فاردد علينا بيعتنا لنبايع من يعمل بذلك فينا ويقيمه لنا ثم عليك بخلواتك وصيدك وكلابك قال فغضب يزيد وقال والله لولا أن أسن بالشام سنة العراق لأقمت أودك ثم انصرف وما هاجه بشيء وأذن له ولم تتغير منزلته عنده وترك كثيرا مما كان عليه قال دعبل لقطع الرمال ونقل الجبال وشرب البحار التي تستخب وكشف الغطاء عن الجن أو صعود السماء لمن يرتقب وإحصاء لؤم سعيد لنا أو الثكل في ولد منتخب أخف على المرء من حاجة تكلف غشيانها مرتقب له حاجب دونه حاجب وحاجب حاجبه محتج وحجب أبو العتاهية بباب أحمد بن يوسف الكاتب فكتب إليه ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر فإن نلت تيها بالذي نلت من غنى فإن غنائي بالتكرم والصبر الإداء أمر غريب وسر عجيب في اللغة العربية وهو أن يودع في الكلمة ما يدل على المعنى أو صفته أو معنى وضعه أو لفظه أو شيء في لفظه كحركاته ونحوها يقول الأرجاني كنا جميعا والدهر يجمعنا مثل حروف الجميع ملتصقة واليوم جاء الوداع يجعلنا مثل حروف الوداع مفترقة وأنشد المصنف بغى علي لئيم دون سابقة تدعوه غير فضول الجهل والجاه فلم ألمه سوى أن قلت من جزع الموعد الحشر والقاضي هو الله الحاسد غضبان على من لا ذنب له أتى أعرابي رجلا لا يعرفه يستمحه فقال إني امتطيت إليك الرجاء وسرت على الأمل ووقفت للشكر وتوسلت بحسن الظن فحقق الأمل وأحسن المثوبة وأكرم الصفض وأقم الأود وأجل السراح قال قيس بن الخطيم فرأيت مثل الشمس عند طلوعها في الحسن أو كدنوها للغروب قال بعض الأذباء خص هذين الوقتين لأنه يتمكن من النظر إليها فيهما لما ظفر الحجاج بعمران بن حطان الخارجي قال اضرب عنق بن الفاجرة فقال لبئس ما أدبك أهلك يا حجاج كيف أمنت أن أجيبك بمثل ما لقيتني به أبعد الموت منزلة أمانعك عليها فأطرق الحجاج استحياء وقال خلوا عنه فخرج إلى أصحابه فقالوا ما أطلقك إلا الله ارجع إلى حربه معنا قال هيهات غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها ثم قال أقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته إني إذن لأخذ دناءة والذي عفت على عزماته جهلاته ماذا أقول إذا وقفت موازيا في الصف واحتجت له فعلاته وتحدث الأكفاء أن صنائعا غرست لدي فحمضلت نخلاته فالله لا كدت الأمير بآلة وجوارح وسلاحها آلاته قال بعضهم تعوذ بالله من أناس تشيخوا قبل أن يشيخوا تقوسوا وانحنوا رياء فاحذرهم إنهم فخوخوا وقال جحظة المرمكي أرى الأعياد تتركني وتمضي وأوشك أنها تبقى وأنضي علامة ذاك شيب قد علاني وضعف منه إبرامي ونقضي وما كذب الذي قد قال قبلي إذا ما مر يوم مر بعضي أرى الأيام قد ختمت كتابي وأحسبها ستتبعه بفضي ألغز بن فرج في الإبرة فقال حافرها في رأسها وعينها في الذنب وفي الميزان رأيت الناس قد قبلوا قضاه ولا نطق لديه ولا لسان وفي مصرعي الباب عجبت لمحرومين من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقاني إذا أمسيا كان على الناس مرصدا وعند طلوع الشمس يفترقاني وقال الوزير ابن مسعدة يعللني بالقول والفعل قاتلي كما قال باسم الله ساعة يذبح وقال آخر تقلبت هذا الليل حتى تهورت إناث النجوم كلها وذكورها إناث النجوم صغارها وذكورها كبارها قال الخطيري في كتاب سماه الإعجاز في الأحاج والألغاز ملغزا في أيام الأسبوع ما سبعة كلهم إخوان لا يتلاقون وهم جيران ونحوه ما إخوة مجتمع مذكان وما تلاقوا وهم جيران كأن ما بينهم أضغان فليس يرجو صلحهم إنسان في الحديث الشريف حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة ولبعض المشايخ رسالة في شرح هذا الحديث سماها النفحة الروحانية ثم أورد ملخصها قال أبو الحسين الجزار لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه واحرص على العفو فإن الذي نرجوه عفو الله عن خلقه قيل الدعاء مفتاح أسنانه اللقمة الحلال قال بعض الأدباء في جمع من الجهالة لا يعرفون قيمة العلم قد ضيع الله ما جمأت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر لا يسمعون إلى شيء أجيء به وكيف تستمع الأنعام للبشر تقول ما سكتوا إنس فإن نطقوا قلت الضفادع بين الماء والشجر وقال صالح بن عبد القدوس بقينا في بهاء مراتعات تجول ولا إلى عقل تأول فإن حدثت عن سمك وبقل فأنت لديهم رجل نبيل وإن حدثت عن أبواب علم فأنت لديهم فدم ثقيل في الهامش الفدم الأحمق انتهى الهامش قال السخاوي في سفر السعادة الناموس أصله من نمس الكلام أصله من نمس الكلام إذا أخفاه ولذلك قيل لجبريل الناموس الأكبر والناموس أيضا بيت القانص يخفي فيه نفسه والناموس أيضا هذا الذي كذر يؤذي الناس قال ابن منقذ ملغزا في ضرس قلعه وصاحب لا تمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي لم ألقه مفتصاحبن فحين بدى لناظري افترقنا فرقة الأبدي انتهى الشريط الخامس من فضلك انتقل إلى الشريط السادس بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب طيراز المجالس للشهاب الخفاجي من ديوان الطغراء قد يحرم المرء نصرا من أقاربه حتى من السمع فيما ناب والبصري ويرزق النصر ممن لا يناسبه كما يؤيد أزر القوس بالوتري فلا يغرنك نور راق منظره فكم تفتق عن مر من الثمر قد تدرك الغاية القصوى على مهل مع الهوين وقد ينبت ذو الحضري فاقنع بميسور ما جاد الزمان به فطالما رضي المكفوف بالعور وله أيضا ولربما انتفع الفتى بعدوه والسم أحيانا يكون شفاء وله كذلك وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة الجهال ونقل المصنف من ديوان الصاحب ابن عباد فلا تجعلني للقضاة فريسة فإن قضاة العالمين لصوص مجالسهم فينا مجالس شرطة وأيديهم دون الشيوص شيوص في الهامش شاص الشيء شوصا زعزعه من مكانه انتهى الهامش قال فأجابه القاضي الجرجاني سوى أصبة منهم تخص بعثة ولله في حكم العموم خصوص خصوصهم زان العموم وإنما تزين الخواتيم الحسان فصوص وفي ديوان شرف الدين مستوفى إربل قلت بديهة في سنة 604 هجرية أرأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين كلانا ناظر قمرا ولكن أرأيت بعينيها ورأت بعيني قال المؤلف اعتنى الناس بهذه القطعة حتى رأيت بعض الأدباء صنف في شرحها تأليفا لطيفا أتى فيها بما لم يخطر ببال قائلها فتدبر ومن شعر شرف الدين المستوفى قوله تجلد على ريب الزمان فإنه وإن خالطته سكرة سيفيق ولا تكثر الشكوى إلى كل من ترى فما كل من تشكو إليه شفيق في الصحيحين عن أبي ثر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار كذا أفاده بن القيم في الهدي النبوي قال التاج بن السبكي في كتاب الخلاف بين الأشعريين والمعتزرة قوله لو كشف الغطاء مزددت يقينا هو مأثور عن علي رضي الله عنه وقد استشكله الناس وسئل عنه أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام فقيل له كيف يقول علي رضي الله عنه هذا وإبراهيم الخليل يقول ولكن ليطمئن قلبي وقال ابن العماد في كتابه كشف الأسرار أمر الله تعالى إبراهيم بأخذ أربعة من الطير في قصته المشهورة ليحصل له علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فإن قيل ما معنى قول علي ما معنى قول علي لو كشف الغطاء مزددت يقينا قيل قال ابن عبد السلام مزددت يقينا في الإيمان بها وإن كان إذا رآها البصر وتفاصيلها وهيئاتها عرف ما لم يعرفه قبل ذلك وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء لم يزدد يقينا بالإيمان بقدرته على الإحياء وإن وقف على ما لم يقف عليه قبل كمن رأى بناء عجيبا فعلم أن له صانعا وإن لم يعلم كيفية البناء والصنع فطلب النظر إلى كيفية بنائه فإنه لا يزداد يقينا بأنه صدد من صانع قادر فلم يرد بقوله ليطمئن قلبي أنه يطمئن لأنه قادر على ذلك وإنما المراد ليسكن قلبي من شدة تطلبه لهذه الكيفية قال الإمام القرافي في قوائده الكبرى التفضيل مبني على وجوه فمنها التفضيل الذاتي كتفضيل الواجب الوجود وصفاته وتفضيل العلم على الجهل والظن ومنها التفضيل بصفة كتفضيل العالم على الجاهل والقادر على العاجز ومنها التفضيل بطاعة الله كتفضيل المؤمن على الكافر والولي على غيره من المؤمنين ومنها التفضيل بكثرة الثواب كتفضيل الإيمان على غيره من الأعمال وصلاة الجماعة على المنفرد والصلاة في الحرمين على غيرها ومنها التفضيل بشرف الموصوف كصفات النبي على غيرها ومنها التفضيل بشرف الصدور كألفاظ القرآن الصادرة من الله على غيرها ومنها التفضيل بشرف المدلول كتفضيل الآيات التي في صفات الله على غيرها ومنها التفضيل بشرف الدلالة كشرف النقوش القرآنية على غيرها ومنها التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياة ومنها التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى على غيره من العلوم ومنها التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته ومنها التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود ومنها التفضيل بما حل فيه كتفضيل مزاره صلى الله عليه وسلم على سائر البقاع وفي الشفاء أنه بالإجماع ومنها التفضيل بالإضافة كبيت الله وحزب الله ومنها التفضيل بالأسباب والانتساب كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته ومنها التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل الرسالة على النبوة لأن الرسالة فيها هداية الأمة والنبوة قاصرة عليه صلى الله عليه وسلم وفضل العز بن عبد السلام النبوة على الرسالة لأنها خطاب الله لنبيه بما يتعلق به والرسالة متعلقة بأمته والرسول أفضل من الأمة فكذا ما يتعلق به فهذا شرف من وجه غير الأول ومنها التفضيل بتفاوت الثمرة وكونها محققة كما في العلوم المدونة ومنها التفضيل بالتأثير كتفضيل قدرة الله على علمه ومنها التفضيل بالبنية والتركيب كتفضيل الملائكة على الجن بنورانيتهم وحسنهم وتسخير الأمور لهم بقوتهم قال ابن منقذ انظر إلى لائب الشطرنج يجمعها مغالبا ثم بعد الجمع يرويها كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا مات خلاها وما فيها قال المؤلف وفي قوله مات نكتة يعرفها أهل الشطرنج قال النواجي وقالوا ركبت البحر شرقا ومغربا وقاسيت في الأسفار هول قيامتي فحدث بما لاقيته من عجائب وأغرب من لاقيت قلت سلامتي وقال ابن الصاحب قال اركبي البحر تغنم خيرا لديه عجائب فقلت اني طين والطين في الماء ذائب قال شهاب الدين الظاهري رأيت شيبتي قالت عجيب مع الصبا مشيبك هذا صفه لي بحياتي فقلت لها ماذا كشيب وإنما سناك بقلبي لاحفي وجناتي وقال ابن الرومي لنا صديق كلا صديق غيث على أنه سمين إذا بدى وجهه لقوم لاذت بأجفانها العيون كأنه عندهم غريم حلت عليهم له ديون قال الامام الغزالي خلق الله العين طبقات لطيفة وجعل الأجفان غيطاء ملاصقا لها بأهداب طويلة فبانفتاح الأجفان وانطباقها تنمسح الحدقة من دقيق الهباء الذي يخالط الهواء ويخرج بشعاع البصر من بين الأهداب وهو كالشبكة عليها بحكمة باهرة ولما كان الذباب لا أجفان له تراه يمسح بيديه عينيه ثم يحكمها لينزل ما تلبد بهما مما فضل مع الهواء وهذه حكمة بالغة قال بعضهم فعل الأريب إذا خلا بهمومه فعل الذباب يرن عند فراغه فتراه يفرك راحتيه ندامة منه ويتبعها بلطم دماغه قال في الفهرست في أخبار عبد الله بن المقفع واسمه بالفارسية روزبة ويكنى قبل إسلامه أبا عمر فلما أسلم كني بأبي محمد والمقفع بن المبارك قيل إنما قيل له المقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه ضربا مبرحا بالبصرة في مال للسلطان أخذه فتفقعت يده وأصله من جور مدينة من فارس قال أحمد بن إسماعيل الكتاب مسامر لا يبتديك في حال شغلك ولا يدعك في حال نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له وهو جليسك الذي لا يطريك وصديقك الذي لا يملك وناصح لا يستريبك في أخبار الفراء أنه لم يؤثر له شعر غير قوله يا أميرا على جريب من الأرض له تسعة من الحجاب جالسا في الخراب يحجب عنه ما سمعنا بحاجب في خراب عمر بن شبه وشبه اسمه زيد وإنما سمي شبه لأن أمه كانت ترقصه وتقول يا بابا ويا شبه وعاش حتى دبه شيخا كبيرا خبه قتل للأحنف بن قيس ولد قتله أخ الأحنف فأتي به مكتوفا فلما رآه بكى وأنشد أقول للنفس تأسافا وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم تردي كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي من كلام عمر رضي الله عنه إن الله إذا أحب عبدا حببه للناس وإذا أبغض عبدا أبغضه للناس فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس قال أبو فراس ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنعت فكل شيء كافي الأصمعي منسوب لجده لأنه كما قال المبرد عبد الملك ابن علي بن أصمع وقال عبيد بن ناصح سمعت الأصمعية يقول إذا كانت أذنا الرجل صغيرتين لاصقتين برأسه يقال له رجل أصمع والمرأة صمعاء وهو أصمع الفؤاد إذا كان جريئا ماضي العزيمة أنشد الأصمعي لأعرابي لا تكذبن فإنني لك ناصح لا تكذبن وانظر لنفسك ما حييت فإنها نار وجنة واعلم بأنك في زمان مشبهات هنهن صار التواضع بدعة فيه وصار الكبر سنة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بشيء إن كان موافقا للشرع ينبغي له العمل به ولو خالفه لا يأثم فإن أمره بما يخالف الشرع لا يعمل به ولا ينافي هذا طوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي بل لأن الرأي لا يضبط لا يضبط ما رآه نوما وأيضا فإنه يحتمل التأويل قاله النووي في شرح مسلم كتاب العصى لأسامة بن منقذ في الهامش كتاب العصى تأليف أسامة بن منقذ تحقيق حسن عباس تقديم محمد مصطفى هدارة الإسكندرية فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1398 هجرية 541 صفحة ربما لا يعرف في تاريخ الكتب كتابا شغل مؤلفه كما شغل كتاب العصى أسامة بن منقذ فقد ظل متعلقا بموضوع كتابه هذا نحوا من ستين عاما وقد أشار في مقدمة كتابه إلى السبب الذي حدا به إلى تأليفه فيذكر أنه سمع من والده وهو صغير أنه توجه إلى خدمة السلطان ملك شاهب أصبهان فزار الشيخ العالم فزار الشيخ العالم أبا يوسف القزويني عندما اجتاز ببغداد وكان معه الشاعر النحوي الكاتب علي بن البوين ويتناول الأخير كتابا كان ضمن مجموعة من الكتب حول ذلك العالم فنهره وقال له يدخل الجاهل على الإنسان فينبسط ويقرأ ما عنده من الكتب أي أني من أهل العلم فيلقي ابن البوين الكتاب من يده وكان الكتاب كتاب العصى فاشتدت عند أسامة الرغبة في اقتناء هذا الكتاب فظل ستين عاما من عمره يبحث عنه في كل مكان ويسأل عنه الناس فلم يوفق إلى الاهتداء إليه ولم يقف على من وقع بصره عليه فدفعه اليأس إلى تأليفه قال فكلما تعذر وجوده ازددت حرصا على طلبه إلى أن حدان اليأس منه على أن جمعت هذا الكتاب وقال في آخر المقدمة وكتاب هذا وإن كان خاليا من العلوم التي تتجمل التصانف بها ويرغب أولو الفضل في طلبها فما يخل من أخبار وأشعار تميل النفوس إليها ويحسن موقعها ممن وقف عليها وقد افتتحته بذكر عصى موسى عليه السلام ثم ذكر عصى سليمان بن داود عليهما السلام ثم أفضت في ذكر الأخبار والأشعار التي يأتي فيها ذكر العصى ولا أدعي أنني أتيت على ذكر العصى فيما جمعته وإنما أوردت منه ما حفظته وسمعته وبالله عز وجل أعوذ وأعتصم من أن تكتب يدي من أن تكتب يدي ما يؤثم ويصم ومن رحمته تعالى أطلب الصفحة والغفران عن اشتغال بالترهات عن تلاوة القرآن والمؤلف هو أسامة بن مرشد ابن منقذ الكناني الكلبي مؤيد الدولة أمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر بقرب حماه وهو من العلماء الشجعان له تصانيف في الأدب والتاريخ ولد في شيزر وسكن دمشق وانتقل إلى مصر سنة 540 هجرية وقاد عدة حمالات على الصليبيين في فلسطين وعاد إلى دمشق ثم برحها إلى حصن كيفا فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق فدعاه السلطان إليه فأجابه وقد تجاوز الثمانين فمات في دمشق وكان مقربا من الملوك والصلاة كتب سيرته في جزء سماه الاعتبار ترجم إلى الفرنسية والألمانية توفي 584 هجرية انتهى الهامش كتاب العصى قول موسى عليه السلام في القرآن الكريم هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي سورة طه الآية 18 أي أضرب بها الشجر فتسقط الورق فترعاه غنمي قال ابن دريد إنما سميت العصى عصى لصلابتها مأخوذ من قولهم عصى الشيء وعصى وعسى إذا صلبا واعتصت النواة واعتصت النواة إذا اشتدت قال أبو هلال العسكري أول من خطب على العصى وعلى الراحلة قس بن سائدة الإيادي تقول العرب فلان ممن قرعت له العصى إذا كان يرجع إلى الصواب وينقاد للحق ويستقيم عن زيغة إذا نبه ويستقيم عن زيغه إذا نبه وكان عامر بن الضرب العدواني ويقال له ذو الحلم حكما للعرب يرجع إلى حكمه ورأيه فكبر وأفناه الكبر والدهر وتغيرت أحواله فأنكر عليه الثاني من ولده أمرا من حكمه فقال له إنك ربما أخطأت في الحكم ويحمل عنك فقال اجعل لي أمارة أعرفها فإذا أخطأت وقرعت لي العصى رجعت إلى حكم الصواب فكان يجلس أمام بيته ويجلس ابنه في البيت ومعه العصى فإذا زل وهفى قرع له الجفنة بالعصى وإياه عن المتلمس بقوله لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصى وما علم الإنسان إلا ليعلم وتقول فلان صلب العصى إذا كان ذا نجدة وحزامة يقول هدبة بن الخشرم لما أخرج من السجن ليقتل تعجب حبا من أسير مكبل صلي بالعصى باق على الرسفان فلا تعجبي مني حليلة مالك كذلك يأتي الدهر بالحدثان تقول العرب إن شقت العصى إذا تفرقت الخلطاء واختلفت آراء العشيرة ومرج الأمر وفلان يشق العصى إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة مخالفا لأمر الآمرين ويستعمل شق العصى في من يتفرق عنه أحبابه ويضعن عنه أصحابه فيظهر مكنون سره ويبوح بخفي أمره لضرورة البين الداعية إلى ذلك لما دخلت حرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لها أنت حرقة بنت النعمان أنت حرقة بنت النعمان قالت نعم إنا كنا ملوك هذه البلاد يجب إلينا خراجها ويدين لنا أهلها مدى الدهر وزمن الدولة حتى إذا انقضى بنا الأمر صاحبنا صائح الدهر ففرق ملأنا وشق عصانا وكذلك الدهر يا سعد ما من قوم يكونون من خيارة إلا والدهر يعقبهم عبرة ثم أنشدت فبين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تتنصف فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف ثم قالت إني أريد أن أحييك بتحية كان يحيا بها أملاكنا لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة ولا زالت لك على كريم منه ولا سلب عبدا صالحا نعمة إلا جعلك السبب في ردها إليه ثم انصرفت يقال فلان شق عصى المسلمين ولا يقال شق ثوبا ولا غير ذلك مما يقع عليه اسم الشق ويقال ألقى فلان عصى التيسى عصى التسيار إذا أقام وترك السفر وكأن العرب عنت بقولها ألقى عصاه أي وصل إلى بغيته ومراده أو وطنه ومراده وراحته ومضنة استراحته قال راشد بن عبد الله السلمي فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر روي أن قتيبة بن مسلم لما تسنم منبر خراسان سقط القضيب من يده فتطير له صديقه وتشأم عدوه فعرف ذلك قتيبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ليس كما سر العدو وساء الصديق بل كما قال الشاعر فألقت عصاها قال الأغر اليشكري وكان برجله عرج وشاب يواش عند نعم سفاهة فقالت له نعم مقالة ذي عقلي وخبرها أني عرجت ولم تكن كورها أتستجد الملامة للبعلي وما في من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلا أوقيه بها رجلي كان الحكم بن عبد الأعرج لا تفارقه العصا فترك الوقوف بأبواب الملوك وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله فلا يحبس له رسول ولا تؤخر له حاجة فقال في ذلك يحيى بن نوفل الشاعر الهجاء عصى حكم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نقصى ونحجب تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها ويرغب في المرضات منها وترهب فشعت هذه الأبيات في الكوفة وضحك منها الناس فكان الحكم بن عبدال بعد ذلك يقول لي يحيى بن نوفل ما أردت إلى عصايا جعلتها ضحكة واجتنب أن يكتب عليها كما كان يفعل وكاتب الناس في حوائجه في الرقاع وقال الحكم بن عبدال ألقي العصى ودع التعارج والتمس عملا فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا لكليهما يا قومنا رجلاني وإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإن الرابع الشيطان وسبب الأبيات أنه ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة رجل آخر أعرج فخرج بن عبدال وكان أعرج وقد تعرض للأمير فقال تلك الأبيات فبلغت الأمير فبعث إليه مئة درهم وسأله أن يكف عنه وكان للحكم بن عبدال صديق أعمى يقال له أبو علية وكان بن عبدال قد أقعد فخرجا جميعا إلى بعض مقاصدهما والحكم يحمل وأبو علية يقاد فلقيهما صاحب العسس بالكوفة فأخذهما وحبسهما فلما استقرا في الحبس نظر بن عبدال إلى عصى أبي علية موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وقال حبسي وحبس أبي علية من أعاجيب الزمان أعمى يقاد ومقعد لا الرجل منه ولا اليدان هذا بلا بصر هناك وبي يحث القائدان يا من رأى ضب الفلاتي قرين حوت في مكان طرفي وطرف أبي علية دهرنا يتوافقان من يفتخر بجواده فجوادنا عكازتان وكان اسم أبي علية يحيا فقال فيه الحكم بن عبدال أقول ليحيا ليلة السجن سادرا ونومي به نوم الأسير المقيد أعني على رأي النجوم ولحظها وإنك على تحذير شعر مقصدي ففي حالتين عبرة وتفكر وأعجب منا حبس أعمى ومقعد كيلانا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعا أو على الوجه يسجد عكازة تهدي إلى السبل أكمها وأخرى مقام الرجل قامت من اليد وذكر يزيد بن مفرغ الحميري العصى في قصيدة له فقال فالريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة والعبد يقرع بالعصى والحر تكفيه الملامة والسيف يركبه الفتى حذر المخازي والندامة وقال مرء القيس في نيله من بني أسد ما أراد من ثأره قولا لدودان عبيد العصى ما غركم بالأسد الباسلي وسمي بن أسد عبيد العصى لأن حجرا أبا امرئ القيس كان قد قتل سرواتهم بالعصي لأمر أنكره عليهم في بعض غزواته إليهم قال الرائي النميري من لم يحفظ هذه القصيدة من ولدي فقد عقني ومما ورد فيها قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا فتصدعت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مفلولا محرما أي في حرمة الإسلام تصدعت تشققت عصاهم جماعتهم وذكر المؤلف أنه حضر بدمشق تظاهرة لعميان ضد مسؤولهم ابن البعلبكي وكان يتولى وقفهم فندب لهم صاحب دمشق أحد الأمراء فاجتمع العميان في نحو من ثلاثمائة رجل في إيوان كبير وكل واحد يحمل عصاه إلى جنبه ثم تحاوروا في الحديث مع مسؤولهم بحضور ذلك الأمير وتنازعوا وتخاصموا ساعة وعلت أصواتهم لكثرتهم فلم يتمكن من التدخل لحل منازعتهم ثم تواثبوا فارتفع في الإيوان نحو من ثلاثمائة عصى في أيدي عميان لا يدرون من يضربون وعلى الضجيج والصياح ثم تلطف في الأمر حتى سكنت الفتنة بينهم وحكم للعميان وما صدق أنهم سينصرفون تقول العرب إذا قام الخطيب والقناة بيده فقد قام المقام الذي يخرج منه مذموما أو محمودا والقناة العصى قال الجاحظ الدليل على أن أخذ العصى مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف اتخاذ سليمان بن داود عليهما السلام العصى لخطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاوته وانطصابه فجعلها لتلك الخصال وقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته سورة سبأ الآية 14 والمنسأة هي العصى وتقول العرب قد أقبل فلان وعصاه إذا أصابه السواف وهو ذهاب المال وموته فرجع وليس معه إلا العصى فإنه لا يفارقها إن كان له إبيل أو لا وتقول أيضا العصى من العصية والأفعى من الحية تريد أن الأمر الكبير يحدث عن الصغير دخل أبو مجلز على قتيبة بن مسلم بخراسان وهو يطرب رجالا بالعصي فقال أيها الأمير إن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا ووقت فيها وقتا العصى للأنعام والهوام والبهائم العظام والصوت للحد والتعزير والدرة للأدب والسيف لقتال العدو وللقود كان لغنية الأعرابية ابن شديد العرامة كثير التفلت إلى الناس مع ضعف خلق ورقة عظم فواثب مرة فتى من الأعراب فقطع الفتى أنفه فأخذت أمه غنية دية أنفه فحسنت حالها بعد فقر مدقع ثم واثب آخر فقطع أذنه فأخذت أمه دية أذنه فزادت في المال وحسن الحال ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته فأخذت دية شفته فلما رأت ما قد صار عندها من المال ومن الإبل والغنم حسن رأيها في ابنها فذكرته في أرجوزة لها تقول فيه أقسم بالمروة حقا وصفا إنك خير من تفاريق العصة وتفاريق العصة هو كثرة ما يستفاد منها فالعصة تقطع ساجورا وتقطع عصة الساجور فتصير أوتارا ويفرق الوتر فتصير كل قطعة شضاضا إلى آخر طلب معاوية بن أبي سفيان سحبان وائل فدخل عليه فقال له معاوية تكلم فقال انظروا لي عصا تقيم من أود فقال له معاوية وما تصنع بها فقال ما كان موسى عليه السلام يصنع بها وهو يخاطب ربه تعالى وعصاه بيده فجاءوه بعصا فلم يرضها فقال جئون بعصاي فأتوه بها فأخذها ثم قام يتكلم منذ صلاة الظهر إلى صلاة العصر ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا تحبس ولا ابتدأ في معنى فخرج منه إلى غيره وقد بقي عليه منه شيء ولا سأل عن أي جنس من الكلام يخطب فيه فما زالت تلك حاله وكل عين في السماط شاخصة نحوه إلى أن أشار إليه معاوية بيده أن اسكت فأشار سحبان بيده أن دعني ولا تقطع علي كلامي فقال له معاوية الصلاة فقال هي أمامك ونحن في صلاة يتبعها تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد فقال له معاوية أنت أخطب العرب فقال سحبان والعجم والإنس والجن ذكر أنه مكتوب على عصى ساسان الحركة بركة والتواني هلكة وكلب طائف خير من أسد رابض ومن لم يحترف لم يعتلف حضر رجل عند بعض القضاة يشك امرأته وأنها ضربته ضربا مبرحا وكسرت عليه عصا ومزقت هيابه فأطرق القاضي مفكرا كالمهموم فقال له الرجل لا يغمك الله يا سيدنا القاضي فهذا شيء قد ألفته من سوء عشرتها وقلة أدبها فقال له القاضي والله لست مغتما لضربها إياك ولو قتلتك وإنما غمي أن تظن أن الرجال كلهم مثلك حكي أن الحجاج لقي أعرابيا فقال من أين أقبلت قال من البادية قال ما في يدك قال عصايا أركزها لصلاتي وأعددتها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي ليتسع بها خطوي وأجوب بها النهر فتؤمنني وألقي عليها كساء فتسترني من الحر وتقين من القر وتدني ما بعد عني وتبعد ما قرب مني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي ومشجب ثيابي أعتصي بها عند الضراب وأقرأ بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وورثها بعد ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرئ أن يأخذ أصى أخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما رويا عن أبي بكر يموت ابن المزرع قال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول فيكم من يعرف رجلا له أربعون سنة ولابنه عشر ومئة ولابن ابنه تسعون سنة فقلت تحتاج إلى شاهد إذن فقال قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها القرية بيت المقدس والمار فيها العزيز ملاحظة من القارئ هكذا ورد ولعلها عزير انتهت الملاحظة فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها سورة البقرة الآية 259 فأماته الله سبحانه وتعالى وسنه أربعون سنة وبعثه ولابنه عشر ومئة سنة ولابن ابنه تسعون سنة وأنشد في ذلك وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه وهو أكبر يرى ابنه شيخا يدب على العصى ولحيته بيضاء والرأس أزعر فلا لابنه عقل ولا فضل قوة يدب كما يمشي الصغير ويعثر فمن هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فذو الجهل يعذر تقول العرب ليس أدفأ من شجر ولا أظل من حجر ذكر ابن إسحاق في سيرته أن سوادة بن أمر رضي الله عنه حضر بدرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الصوف بمقرعة في يده فخدش بها جوف سوادة خمشا لم يتعمده وقال له اعتدل في الصف فقال أوجعتني يا رسول الله فأقبني فأعطاه صلى الله عليه وسلم المقرعة وكشف له عن جوفه وقال له استقد فدنى منه وقبل جوفه فقال ما حملك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى وأحببت أن يكون آخر عملي من الدنيا أن يمس جسمي جسمك فدعا له صلى الله عليه وسلم حكى ابن الأعرابي قال ساورت حية أعرابيا فضربها بعصاه فسلم منها وقال لو لا الهراوة والكثان أنهلني حوض المنية قتال لمن وردا وقال محمد بن ذؤيب العمني عات يرى ضرب الرجال مغنما إذا رأى مصدقا تجهما وهز في الكف وأبدى المعصما هراوة نبئية أو سلما تترك ما رام رفاة رمما قال أبو العتاهية عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ومن بديء ما جاء في عصى الكبر في عصى الكبر قول بشامة بن الغدير قالت أمامة يوم برقة واسط يا ابن الغدير لقد جعلت تغير أصبحت بعد شبابك الغض الذي نقضت مريرته وغصنك أخضر شيخا دعامتك العصى ومشيئا لا يبتغي خبرا ولا يستخبر فأجبتها أم من يعمر يعترف ما قد زعمت وينب عنه المنظر ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو الزمان به عليك ويبكر وجعلت يحفظني صغير وملني أهلي وكنت مكرما لا أقهر وشربت بالقعب الصغير وقادني نحو المقامة من بني الأصغر انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا وقال لبيد بن ربيعة أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصى تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع وقال المؤلف أسفي على عصر الشباب تصرمت أيامه لا بل على أيامي لم أبكه أسفا على مراح الصبا ووصال غانية وشرب مدامي لكن على جلدي وخوضي معركا يرتاع فيه الموت من إقدامي بيدي حسام كلما جرته يوم الوغى أغمته في الهامي ونزال فرسان الهياج وكلهم فرق لهول تقحمي ومقامي ولقتلي الأسدى الضواري يخطها كالرعد قعقع في متون غمامي فحملت من بعد الثمانين العصى متيقنا إن دارها لحمامي وقال أيضا مع الثمانين عاش الضعف في جلدي وساءني ضعف رجلي والطراب يدي إذا كتبت فخطي جد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي وإن مشيت وفي كف العصى ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلدي فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنى في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد وكان عمر بن مسعود السلمي يسكن الطائف وكان لأبي سفيان بن حرب فأتى الدهر على بنيه أجمع وبقيت بناته فلما اشتد حاله خرج إلى معاوية فأقام ببابه حولا لا يصل إليه ولا يمكنه الدخول عليه فمر به حاجب لمعاوية يوما وهو يتحدث في بعض أفنية معاوية فأعجبه حديثه فسأله عن حاجته فقال حاجتي أن توصل لي رقعة إلى أمير المؤمنين فقال هاتها فكتب إليه يا أيها الملك المبدي لنا ضجرا لو كان صخر لنا لم يولنا ضجرا ما بال شيخك مخنوقا بجرته طال البلاء به دهرا وقد صبرا قد جاء ترعد كفاه بمحجنة لم يترك الدهر من أولاده ذكرا وقنسرته هموم فقسأن لها وقد حنى ظهره دهر وقد كبرا في الهامش تقنسر الإنسان شاخ وتقبض وقسأن كبر انتهى الهامش وقد مر حول ونصف لا يرى سببا يدني إليك وهذا الموت قد حضرا ثاو وكلكل هذا الدهر يعركه تراك يبن أبي سفيان معتصرا فاذكر أباك أبا سفيان إن له حقا عليك وقد ضيعته عصرا فلما قرأ معاوية الشعرة لاحقت أصواته أدخله أدخله فلما دخل قال له معاوية من ومن أين قال عمر بن مسعود السلمي جئت أطلب الإخاء الذي بيني وبين أبيك في الجاهلية قال له معاوية وما كان بينك وبينه قال كان ينزل علي إذا قدم أرض الطائف حتى يقضي حوائجه فقال معاوية كيف حالك يا ابن مسعود قال يا أمير المؤمنين قل مني ما كنت أحب أن يكثر وكثر مني ما كنت أحب أن يقل وسود مني ما كنت أحب أن يبيض وبيض مني ما كنت أحب أن يسود وذل مني ما كنت أحب أن يصعب وصعب مني ما كنت أحب أن يذل وأسرعت الأيام في النقض وثقلت على وجه الأرض واحتميت النساء وكن الشفاء وفقدت المطعم وكان المنعم وكثر سهوي وقصر خطوي وقل لهوي فعقلي هفات ويومي سبات وسمعي تارات وأنا القائل أشكو إليك أمير المؤمنين فقد أخنى علي الذي أخنى على لبدي شيخ كبير عليل هامة لغد يزق لدى جدث أو لا فبعد غبي أودى حلوبته واحتيج ما جمعت كفاه من سبد الأموال واللبدي ثم تحال على من كان ذا عضد يا للرجال فليس اليوم من عضدي حتى إذا صرت في مالي وفي ولدي مثل الخلية سبروتا بلا عددي في الهامش الخلية من الإبل المخلات للحلب والسبروت القفر انتهى الهامش أمسى يكد صفاتي حد معوله يا دهر قد كبما أوليت بما أوليتنيه قدي فأحسن معاوية صلته ووطأ له ما بين الطائف إلى مكة ووجه معه من يوصله إلى أهله وأمر بحفظ كلامه فخرج وهو ينشد يا أيها الراكب بزل الجمال الرائح الطالب فضل النوال لا تحسبن الموت موت البلا وإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت ولكنذا أعظم من ذاك لذل السؤال نهيم بالدنيا ونله بها وإنما الدنيا كفي الظلال بينا ترى الفيء على حاله معتدلا إذ مال بعد اعتدال كذلك الدنيا وتصريفها تميل بالإنسان حالا فحالي فلما رجع الرسول إلى معاوية أخبره بما سمع من عمر بن مسعود فبعث إليه بعهده على الطائف فوصل الرسول بالعهد وقد مات وقال بعضهم ما زلت أركب شاكلات الرب ربي حتى مشيت على الحصى كالأحدبي وتزل رجلي كلما ثبتها فكأنني أمشي الوجى في الطحلبي أأزيد ثالثة وأنقص عن مدى مشي اثنتين لقد أطلت تعجبي وقال أبو ضبه وقد جعلت إذا ما قمت يوجئني ظهري وقمت قيام الشار في ظهري وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على رجل من الشجري وأنشد الخطيب مجد الدين موسى بن يحيى الحصكفي كبرت إلى أنصرت أمشي على العصى لتجبر ما أعرى الزمان من الوهن يقولون ما تشكي وهل من شكاية أشد على الإنسان من كبر السن كما أنشد لبعضهم حملت العصى لا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر وقال آخر كل مرئ إذا تفكرت فيه وتأملته تراه طريفا كنت أمشي على اثنتين قويا صرت أمشي على ثلاث طعيفا ومما قاله أبو الهذيل العبدي يا هند قد رحل الشباب وحل ما لا يرحل فصدت عني إذ بدا لك أن رأسي أشعل ورأيتني عند القيام على عصايا أفكل في الهامش أي أرعد انتهى الهامش رأيشا كأني إذا رأيشا كأني إذ مشيت على القناة مخبل لا تجزعي مما رأيت فإن صبرك أجمل يا هند ليس براجع ذاك الزمان الأول إن زمان بأهله في صرفه يتحول والموت فيما بين ذاك لكل نفس منهل ومن شعر المؤلف ضعفت قواي وخانني الثقتان من بصري وسمعي حين شارفت المدى فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلا وأمشي إن مشيت مقيدا وأدب في كف العصى وإهدتها في الحرب تحمل أسمر ومهندا وأبيت في لين المهاد مسهدا وأبيت في لين المهاد مسهدا قلقا كأنني افترشت الجلمدا والمرء ينكس في الحياة والمرء ينكس في الحياة وبينما بلغ الكمال وتم عاد كما بدى الفاضل للمبرد الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق عبد العزيز الميمني القاهرة دار الكتب المصرية 1375 هجرية 165 صفحة يقول المؤلف رحمه الله سنذكر في كتابنا هذا أبوابا من كلام العربي وبعض ما روي عنها ونثرا من أخبارها ونفصل ذلك بأشعار وأخبار من قديم وحديث وما بينهما ونقدم العذر في تقصير إن وقع فيه أو خلل إن لزمه فإنا ألفناه من غير خلوة به ولا تمييز لما تضمنه ومن أبواب الكتاب نوادر من غريب ولغة في الجود والكرم أخبار وأشعار الأخبار المستحسنة مراث بليغة وعظات مجزة وأبيات مستحسنة بعض أخبار المعمرين وأشعار العرب المحدثين في ذنب الشيب وفقد الشباب الإحالة بالذنب على غير المذنب الحلم والأنات الشكر للصناع في كتمان السر في تفضيل الكبير فضل في الفصاحة فصل في الجمال وقد جرى فيه المؤلف على نحو ما جرى عليه في كتابه الكامل من إيراد مصف الشعر ومنخول النثر ورائع الخطب وبليغ الرسائل وطريف الأخبار وغريب اللغة والنوادر والمؤلف إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد وقد سبق أن عرضنا كتابه التعازي والمراث أيضا توفي سنة 286 هجرية انتهى الهامش الفاضل قال المؤلف أحسن ما روي في جبلة الإنسان التي جبل عليها كلام يروى عن علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأعجب ما في الإنسان قلبه فإن سنح له الرجاء أذله الطمع وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص وإن ملكه البأس قتله الأسف وإن عرض له الغضب استبد به الغيظ وإن أسعد بالرضى نسي التحفظ وإن ناله الخوف شغله الحذر وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة في الهامش الغرة الغفلة وعدم النظر في العواقب انتهى الهامش وإن أفاد مالا أطغاه الغنى وإن عارضته فاقة فضحه الجزع وإن جهده الجوع قعد به الضعف وإن أفرط في الشبع كالضطه البطمة فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد يروى أن أمر بن عبد العزيز رأى قوما من الفرس ينظرون في النحو فقال لئن أصلحتموه لأنتم أول من أفسده قال الأصمعي الدليل على أن حسانا لم يكن جبانا من الأصل أنه كان يهاج خلقا فلم يعيره أحد منهم في الهامش قلت وقد صنف أحدهم كتابا في ذلك فند فيه الروايات التاريخية وأقوال بعض الناس في شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما قيل في ذلك كذب ودس وأن عدم مشاركته في بعض الغزوات أو الحروب لجرح أصاب يده فأعاقه عن متابعة الجهاد وقد أردت ذلك الكتاب في بعض كتبي انتهى الهامش قال رجل من الأعراب لامرأته عليك بهذا الطعام فأخبريه ولا تسمريه والخبرة الدسم والسمار اللبن الرقيق يقول اجعلي فيه دسما ولا تجعلي فيه سمارة قال بعضهم في المرأة ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجبا للقاتلات الضعائف يقول الصحابي الجليل حكيم بن حزام وكان ثريا ما أصبحت ذا صباح قط فرأيت بباب طالب حاجة أو مستئينا بي على أمر قد ضاق به ذرعا إلا كان ذلك من النعم التي أحمد الله عليها وإن أصبحت ذا صباح ولم أر ذلك كان من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها قال أبو زيد وصفت امرأة من سعد امرأة فقالت إنها للياء العنق ممذاق السقاء منهاء القدر لياء العنق كثيرة الالتفات إلى الأضياف ممذاق السقاء تقول إذا قل لبنها مذقته بالماء ليتسع على أضيافها ومنهاء القدر أي تعجل إنزالها إلى أضيافها أو منهي اللحم إذا كان نيئا قال أعرابي في ذنب البخل ما أبالي أصررت على حجر أم صررت على دنانير إذا كنت لا أنفقها كان عمر بن العاص جيد الفطنة كثير الدهاء سريع الجواب بليغ الكلام ويروى أنه جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرا عن أمه وكان يطعن عليها فأتاه وهو يومئذ أمير مصر فقال أصلح الله الأمير أردت أن أعرف أم الأمير فقال نعم امرأة من عنزة ثم من بني العنبر ثم من جلان اسمها ليلى وتعرف بالنابغة اذهب فاخذ جعلك اعترض رجل من بني أمية يحيى بن خالد البرمكي فقال ما حاجتك قال حاجتي أن توصلني إلى أمير المؤمنين الرشيد وعرفه نفسه فقال له إن أمير المؤمنين يكره أهل هذا البيت فإن كانت لك حاجة كنت لك فيما تريده دون أمير المؤمنين قال ما بي حاجة إلى غيره وهذه حاجتي إليك فدخل إليه يحيى فصادفه طيب النفس فقال يا أمير المؤمنين إن لي حاجة فقال له قل يا أبا علي فأخبره بقصة الأموي فقال ما أكره ذلك فأتي به فسلم عليه ودعا فأحسن ثم أنشأ يقول يا أمين الله إني قائل قول ذي رأي ودين وحسب لكم الفضل علينا ولنا بكم الفضل على كل العرب من يقل غير مقالي فلقد ضل في الحكم ضلالا وكذب عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لأم ولأب فصل الأرحام منا إنما عبد شمس أعم عبد المطلب فالقرابات شديد عقدها عقدها أوثق من عقد الكرب قال الرشيد إيو الله وأمر له بجائزة فقبضها وخرج قال يحيا فخرجت خلفه لأعطيه أنا أيضا فلم ألحق أرثت امرأة من بني أسد ابنها في قصيدة مؤثرة من بينها هذا البيت أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر فيقال إن هذا أرثى بيت قالته العرب ويروى أن أبا الجهم العدوي قال في الهامش هو عالم بالنسب معظم في قريش مقدم فيهم وكان فيه وفي بنيه شدة وعرامة أستمع عام الفتح وتوفي في أيام ابن الزبير وكان معمر انتهى الهامش قال لقد بدت ليلة بأسرها قلقا أفكر في حلم معاوية فيذهب عني وسني قال وغدوت عليه وأنا مجمع لقاءه بما أرجو أن يطيشه فدخلت عليه وقد كان عنده رجل أغضبه بأشياء لقيه بها فقلت في نفسي ظفرت به فسلمت عليه فرد علي جوابا ضئيفا فقلت يا ابن هند أبلغ بك الأمر إلى أن أسلم عليك فترد علي مثل هذا الرد والله لقد رأيت أمك وهي شابة ناهد وأنا إذ ذاك أطلب الفجور فعرضت علي نفسها فأبيتها فقال يا أبا الجهم أما إنك لو نكحتها لنكحت حصانا كريمة ولكنت أهلا لها قال أبو الجهم فوقعت على رجليه أقبلهما وأقول نقلبه لنخبر حالتيه فيكشف عنهما كرما ولينا نميل على جوانبه كأن نميل إذا نميل على أبينا فقام معاوية فدخل إلى حجرة له فدعى بأبي الجهم فقال له يا أبا الجهم إياك وإغضاب الملوك فإن لهم غضبا كغضب الصبيان وبطشا كبطش الأسد يا غلام أعطه ثلاثين ألف درهم وليحملها معه ثلاثة من العبيد فخرج من بين يديه ومعه تلك الصلة نصح نصح المنصور المهدي فقال الخليفة لا يصلحه إلا التقوى والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة والرعية لا يصلحها إلا العدل وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقصوا الناس عقلا من ظلم من هو دونه وقال أمر بن عبد العزيز رحمه الله ثلاث من كن فيه فقد كمل من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا قدر عفى وكف يروى أن معاوية قال للأحنف يا أحنف أأنت صاحبنا يوم صفين والمخذول عن أمير المؤمنين فقال الأحنف والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها يومئذ لفي صدورنا وإن سيوفنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ولئن دنوت إلينا شبرا من خير لندنون إليك ذراعا من عذر ولئن شئت ليصفون لك ودنا بفضل حلمك عنها قال قد شئت ومن أقوال معاوية من هم بالمعروف ثم عجز عنه فقد وجب شكره يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان من الأجواد أمر لسائل سأله بعشرة آلاف درهم فصبت في حجره فتخرق ثوبه فبكى فقال له أعلى قميصك تبكي فقال لا والله ولكن على ما يأكل التراب منك فقال شكرك أحسن من صنيعتنا يا غلام أعطه مثلها شكر أعرابي رجلا فقال الحمد لله على توفيقه إياك في إعطائي وعلى توفيقه إياي في مسألة مثلك أعاشك الله صالحا كان يقال من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر ويغتابه إذا غاب ويشمت بالمصيبة إذا نزلت يروى أن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان أسر إليه معاوية سرا فأتى أباه عنبسة فقال إن معاوية أسر إلي سرا فأحدثك به قال لا قال ولما قال لأن الرجل إذا كتم سره كان الأمر إليه وإذا أذاعه فالأمر عليه ولا تجعلن نفسك مملوكا بعد أن كنت حرا قال أفيدخل هذا بين الأبي وابنه قال لا يا بني ولكن أكره أن تدلل لسانك بإفشاء السر قال فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال أعتقك أخي من رق الخطأ يروى أن علي بن الحسين زين العابدين كان أبر الناس وأتقاهم وكان إذا سافر كتم نسبه وسطر وجهه فقيل له في ذلك فقال أكره أن آخذ برسول الله لا أعطى مثله وكان يقول ما أكلت بنسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما قط ومن أقواله لقد بيضت عيناي عقوب من أقل مما نالني وذلك أنه فقد واحدا من اثني عشر وأنا رأيت ثلاثة عشر من لحمتي قتلوا بين يدي قال علي بن القاسم قلت لأعرابي فصيح ما معنى قولهم في المثل كاد العروس أن تكون أميرا لما كاد ذاك قال لأن الأكفاء يخدمونها في تلك الحال قال يونس بن إسحاق كان الجمال من أهل الكوفة في ثلاثة نفر الأشعث بن قيس الكندي وعدي بن حاتم الطائي وجرير بن عبد الله البجلي فدخلت مأدبة في السبيع محلة بالكوفة فرأيت هؤلاء الثلاثة فما رأيت بيض نعام ولا طريدة ضبي ولا تمثال إلا وما رأيت أحسن من هؤلاء الثلاثة إلا وما رأيت أحسن من هؤلاء الثلاثة قال وكل أعور فأما الأشعث بن قيس فأصيبت عينه يوم اليرموك وأما عدي بن حاتم فأصيبت عينه يوم الجمل وأما جرير فأصيبت عينه بهمذان قال بعض الأعراب إني لأعشق الرزق وإنه ليبغطني الفرائد والقلائد للثعالبي في الهامش الأمثال المسمى بالفرائد والقلائد ويسمى أيضا بالعقد النفيس ونزهة الجليس إن شاء أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي القاهرة دار الكتب العربية الكبرى 1327 هجرية 87 صفحة قال المؤلف في التعريف بكتابه هذا جمعنا من إنشائنا في كتابنا هذا الفاظا وجيزة أجريناها مجر الأمثال وفصولا قصيرة دللناها على مواقع الأعمال وقصدنا فيما ألفناه من ذلك وجه الاختصار وكنها الاقتصار ليقل لفظه ويسهل حفظه وجعلناه ألف فصل ومثل في ثمانية أبواب في فضيلة العلم والعقل فيما يستعان به على الزهد وعلى أدب اللسان وأدب النفس ومكارم الأخلاق وحسن السيرة وحسن السيادة وحسن السياسة وحسن البلاغة انتهى وقد أثبت العنوان الذي ذكره المؤلف في مقدمته أنه سمى كتابه به والمؤلف أديب علامة سبق التعريف به توفي سنة 429 هجرية انتهى الهامش الفرائد والقلائد العلم والعقل من لم يعلم لم يسلم الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل من صاحب العلماء وقر ومن صاحب السفهاء حقر من ساء أدبه ضاع نسبه من آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان من أشد الجهل مصاحبة ذوي الجهل الجاهل يطلب المال والعاقل يطلب الكمال لا يستخف بالعلم وأهله إلا رقيع جاهل أو وضيع خامل كم من عزيز أذله جهله وذليل أعزه عقله ليس للمرء أن يغطبط بمنزلة جليلة نالها بغير عقل أو محلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يزله منها ويزيله عنها ويحطه إلى رتبته فيرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه ويصير مادحه هاجيا ويصبح وليه معاديا الزهد من رضي بالقضاء صبر على البلاء من قضت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك قليل يغني خير من كثير يطي درهم ينفع خير من دينار يصرع خير العلم ما نفع وخير الوعظ ما ردع من سره الفساد ساءه المعاد الرب لا يموت والجزاء لا يفوت فقل ما شئت وفعل ما هويت من آمن بالله التجأ إليه ومن وثق به توكل عليه ما أنصف نفسه من عرف الحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب من أرضى سلطانا جائرا أسخط ربا قادرا من ذكر المنية نسي الأمنية الدين نور واليقين سور البخيل حارس نعمته وخاز ورثته لا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل كل عز لا يوطضه دين مذلة من جهل المرء أن يعصي ربه في طاعة هواه ويهين نفسه في إكرام دنياه وهو من هواه في ضلال ومن دنياه في زوال أفضل الأشياء العافية وأفضل الدارين الباقية لا تفن عمرك في الملاهي ولا تصرف ما لك في المعاصي فتخرج من دنياك بلا أمل وترد على ربك بلا أمل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل أدب اللسان إياك وفضول الكلام فإنها تظهر من عيوب كما بطن وتحرك من عدو كما سكن كلام كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله فأقصره على الجميل واقتصر منه على القليل كل يعرف بقوله ويوصف بفعله فقل سديدا وفعل حميدا من أكثر مقاله سئم ومن أكثر سؤاله حرم ومن استخف بإخوانه خذل إياك وما يستقبح من الكلام فإنه ينفر عنك الكرام ويجسر عليك اللئام إياك والهذر فإنه يكثر الزلل ويورث الملل من أفرط في المقال زل ومن استخف بالرجال دل كم من دم سفكه فم وإنسان أهلكه لسان من قال بالاحترام أجيب بالاحتشام احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك ويثلف نفسك أدب النفس لا تستخف فن بشريف ولا تميلن إلى سخيف لم نفسك على قبح مقالك ولؤم أفعالك وازجرها عنهما وعيرها بهما قبل أن يزجرك صديق ناصح أو يعيرك عدو كاشح مكارم مكارم الأخلاق قضاء اللوازم من أفضل المكارم البشر أول البر رأس الرذائل صحبة الأراذل ما عز من أذل جيرانه ولا سعد من أشقى إخوانه إذا شرف الخلق لطف النطق من منع العطاء منع الثناء من كفر شمول النعم استوجب حلول النقم من أغلق عن ضيفه بابه ذم إليه خلقه وآدابه من رقي في درجات الهمم عظم في عيون الأمم من كبرت همته كبرت قيمته أحسن الصدق ما كان عند الغضب شر الأموال ما أخذته من الحرام وصرفته في الآثام من تمام الكرم أن تذكر الخدمة القديمة لك وتنسى النعمة الحديثة منك أحسن الآداب ما كفك عن المحارم وأحسن الأخلاق ما حثك على المكارم إذا أذنب تفعتذر وإذا أذنب إليك وإذا أذنب إليك فاغتفر فالمعذرة بيان العقل والمغفرة برهان الفضل ما أحسن الجود مع الإعسار وأحسن العفو مع الاقتدار من الكرم حسن العفو عن سهو الذنوب وترك البحث عن سوء العيوب إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة حسن السيرة الظلم الظلم مسلبة للنعم والبغي مجلبة للنقم أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم من مال إلى الحق مال إليه الخلق من ظلم يتيما ظلم أولاده ومن أفسد أمر دينه أفسد معاده أقبح الأشياء سخف الولات وقهر القضاة وغفلة الساسة وخسة السادة من جانب الأخيار أساء الاغتيار العدل أقوى جيش والأمن أهنأ عيش اعتبر بمن مضى قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك أقبل على الخاصة واقضي بهم حوائج العامة فإن في حفظ المودات ورعاية الحرمات حسن الوفاء وطيب الثناء من لبس ثياب الكبر أحب الناس ذلته ومن ركب مطية الظلم كره أيامه ودولته حاجة السلطان إلى إصلاح نفسه أشد من حاجته إلى إصلاح رأيته من أنضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه لا تمضي يومك في غير منفعه ولا تصرف ما لك في غير صنعه فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع والمال أقل من أن يصرف في غير الصناعع والعاقل أجل من أن يفني عمره في غير ما لا يعود عليه نفعه وخيره وينفق ما له فيما لا يحصل له ثوابه وأجره حسن السياسة آفة الأمراء سوء السيرة وآفة الوزراء خبث السريرة وآفة القضاة شدة الطمع وآفة القوي استصعاب الخصم وآفة النعم قبح المن من دام كسله خاب أمله العجول يخطئ وإن ملك والمتأن يصيب وإن هلك من طلب السلامة لزم الاستقامة من أسرع في الجواب أخطأ في الصواب من فعل ما شاء لقي ما ساء من عري عن حسن التجارب عمي عن سوء العواقب من حفظ ماله ضيع رجاله عزيمة الصبر تطفئ نار الشر إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل من أقبل على النصح أعرض عن القبح من ساء تدبيره كذب تقديره من ضيع أمره ضيع كل أمر ومن جهل قدره جهل كل قدر استصلاح العدو بحسن المقال أصلح من استئصاله بطول القتال من حق العاقل أن يضم إلى رأيه أراء العلماء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء ويديم الاسترشاد ويترك الاستبداد فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل من نصحك فلا تستبدل به ومن وعظك فلا تستوحش منه فمن نصحك فقد أحسن إليك ومن وعظك فقد أشفق عليك من لم يصلح لنفسه لم يصلح لك ومن لم يذب عن أهله لم يذب عنك من استعان بصغار رجاله على كبار أعماله ضيع العمل وأوقع الخلل اعلم أن سبب هلاك الملوك وفساد الممالك اضطراح ذوي الفضائل واستناء ذوي الرذائل والاستخفاف بعضة الناصح والاغترار بتزكية المادح أجهل الناس من يمنع البر ويطلب الشكر ويفعل الشر ويتوقع الخير ويغتر بقول متملق يحسن إليه القبيح ويبغض إليه النصيح اعلم أن السعاية نار وقولها عار والعمل بها دناءة والثقة بأهلها غباوة لأن الذي يحمل السائي على سعايته قلة ورع أو شدة طمع أو لؤم طبع أو طلب نفع فأعرض عن السعاة وعدهم من جملة العدات لأنهم يفسدون دينك ويزيلون يقينك ويقضون عقدك ونيتك ويحملونك على اكتساب الآثام ويعرضونك لاجتلاب المذام لبر ينالهم أو حر يخافهم اعتمد في عمالك على أهل المرؤة وفي قتالك على أهل الحمية لأن المرؤة تمنع من الخيانة والحمية تمنع من الهزيمة والضر أربعة لا يخل منها جاهل قول بلا معنى وفعل بلا جدوى وخصومة بلا طائل ومناظرة بلا حاصل أربعة لا رد لها القول المحكي والسهم المرمي والقدر الجاري والزمن الماضي أربعة تولد المحبة حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق أربعة من علامات النفاق قلة الديانة وكثرة الخيانة وغش الصديق ونقض المواثيق أربعة تعرف بأربعة الكاتب بكتابه والعالم بجوابه والحكيم بأفعاله والحليم باحتماله أربعة تدل على صحة الرأي طول الفكر وحفظ السر وفرط الاجتهاد وترك الاستبداد حسن البلاغة الهوى شر كمين والعجب أضر قرين من زرع الإحن حصد المحن كل محنة إلى زوال وكل نعمة إلى انتقال لا يخل المرء من ودود يمدح أو حسود يقدح احتمال الأذية من كرم السجية الصمت بغير فكر خرس من رمى أخاه بما ارتكبه رماه أخوه بما اجتنبه إذا ملك الأرادل هلك الأفاضل إذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع من رضي بالهوان هان على الإخوان من أحسن الفضائل الإحسان إلى الأفاضل أبلغ الكلام ما يدل أوله على آخره ويعرف باطنه بظاهره خير الأحداث من أعرض عن الفضول ولبس وقار الكهول وشر الشيوخ من خلى من الأدب وصبى إلى الطرب البذل يولد الصفاء والبخل يولد البغضاء كم من عالم مؤرض عنه وجاهل مستمع منه كم من أمين ينسب إلى الخيانة وخائن ينسب إلى الأمانة كم من غني يستغنى عنه وفقير يفتقر إليه كم من مشغول بما يضره ومؤرض عما يسره من كان أكثر همه الطعام كان أكثر كسبه الحرام أمر ما يذاق البؤس والفقر وأنفع ما يتجرع الغيظ والصبر خير الأعمال ما قضى فرضك وخير الأموال ما وقع إرضك أحق من تطيعه من يأمرك بالتقى وإنهاك عن الهوى حق يضر خير من باطل يسر من أعان على أخيه زاد في قوة أعاديه انتهى الشريط السادس من فضلك انتقل إلى الشريط السابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر